في دعم المنشآت وتمكين العامل من الحصول على أجره أصدر رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاوني بلاغاً رقم 45 لسنة 2021 يحدد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من برنامج استدامة الذي تقدمه مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي تم بموجبه رفع مساهمة البرنامج وفي التفاصيل سيتم تخصيص للمؤمن عليها المستفيد من برنامج استدامة الأصلي والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً ما نسبته 100% من أجره المعتمد موزع 60% من مخصصات البرنامج و40% مساهمة من المنشآة ويكون الحد الأعلى لمساهمة البرنامج 500 دينار شهرياً للعامل الواحد أما المستفيدون من برنامج استدامة بلس بموجب البلاغ سيخصص المؤمن عليه في قطاعات السياحة الوافدة ومكاتب الحج والعمرة والفنادق والمطاعم في البترة وما نسبته 85% من أجره المعتمد بحيث تم دفع 80% منها من مخصصات برنامج استدامة و20% مساهمة من المنشآة ويكون الحد الأعلى لمساهمة البرنامج 800 دينار شهرياً للعامل الواحد أما مدة التعديلات الجديدة 4 أشهر تبدأ من شهر إلوء الحالي وتنتهي في نهاية شهر كانون أول لسنة 2021 كما تقرر تعديل برنامج بادر للشمول بالضمان مع وجود نحو 200 ألف عامل غير أردني غير مشمول بالضمان وبمجبه يجب على المنشآة شمولهم بما ظلت الضمان خلال مهلة لا تتجاوز نهاية تشرين الأول المقبل في حال عدم التزام المنشآة يتم شمول العاملين غير الأردنيين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميل المنشآة الفوائد والغرمات المنصوص عليها في القانون قرار وزارة السياحة والأثار استعادة الكفرات البنكية من مكاتب السياحة والسفر خلق جدلاً مع جمعية كلاء السياحة والسفر ففي الوقت الذي تؤكد فيها أن القرار جاء لحماية المسافر مع بدء تعافي القطاع يؤكد العاملون أن القطاع السياحي مازال متعثراً ويحتاج لدعم حكومي مع بدء نشاط السياحة بالتعافي التدريجي من تداعيات الجائحة طالبت وزارة السياحة والأثار مكاتب السياحة في كتاب بتاريخ السادس من شهر أيلول إعادة الكفالات البنكية وخلال شهر بعد أن منحتها تسهيلات سابقة بموجب أوامر الدفاع جل ومجمل الكفالات كانت بقيمة 30 مليون للقطاع السياحي هذه القيمة قيمة كبيرة ولكن جميع الشركات لم تتعامل مع أمر الدفاع خوفاً من أن تطالبها وزارة السياحة باستعادتها تخوف مكاتب السياحة والسفر كان بمحله خصوصاً وأن أوامر الدفاع لم يتم الانتهاء من العمل بها بينما ترى وزارة السياحة أن طلب استعادة الكفالات جاء لحماية المسافر حق المسافر أنا ما بقدر أسامح فيه وبالتالي بدي أضمن حق المسافر وأطبق الشرط الذي هو متطلب أساسي من المتطلبات الترخيص والعمل في وقع الحال أنه تم السماح بموجب بلاغ مستند لأمر الدفاع للمكاتب السياحية في العام الماضي بتسهيل الكفالات لسبب بسيط توفير سيولي لأصحاب المكاتب سيولي إضافية وكان هذا القرار للعام الـ 20 أو لهذا العام الـ 21 ولكن لأنه لم يكن في حركة سياحة الشركات التي سحبت الكفالات وعددها يفوق الـ 120 شركة هذه نفذت لأنه ينتهي أمر الدفاع بتاريخ 31-12-2021 هذا الأمر سيصعب على الشركات استعادتها وليس من المعقول أن تسترد خلال شهر لأن البنوك أصبحت عائق وتتعامل مع قطاع شركات السياحة والسفر بطريقة غير منصفة الذي كان ماخذ الكفالة سابقاً بنسبة 10% أو 20% تأمينات نقدية أصبحت البنوك تطالبه بـ 110% لأن القطاع السياحي متعثر في الوقت الذي تحاول فيه وزارة السياحة التخفيفة من الأضرار التي ألحقتها الجائحة بمكاتب السياحة والسفر إلا أن المطالبة برد الكفالات البنكية كان مفاجئاً بحسب جمعية وكلاء السياحة والسفر في ظل عدم توفر بدائل أخرى للنهوض بالقطاع ليلة خالد رؤية وزارة المالية في آخر مؤشرات أعلنتها عن وضع المالية العامة مع نهاية شهر تموز من العام الحالي قالت أن النتائج كانت إيجابية وأرجعتها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بالتفاصيل قالت وزارة المالية في بيان صحفي أن الإرادات العامة مع نهاية شهر تموز الماضي ارتفعت بواقع مليار ومئتين وسبعة مليون دينار عام ذات الفترة من العام الماضي أما نفقات العامة فقد أظهرت الأرقام ارتفاعها بواقع 478 مليون دينار لتصل في نهاية تموز الماضي إلى خمسة مليارات واربعمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار وبذلك يكون عز الموازن العامة بعد المنح الذي يمثل الفرق بين الإرادات العامة ونفقات تراجع في أول سبعة أشهر للعام الحالي بمقدار سبعمائة وتسعة وعشرين مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى خمسمائة واثنتين وعشرين مليون دينار وفي مجال الإرادات العامة التي أظهرت نموا بنسبة 33% فقد جاءت نتيجة نمو الإرادات المحلية من ضرائب وغيرها بمقدار سبعمائة وسبعين مليون دينار لتصل إلى نحو أربعة مليارات واربعمائة مليون دينار ونمو حجم المنح الخارجية في أول سبعة أشهر من العام الحالي بواقع أربعمائة وسبعة وثلاثين مليون دينار لتصل إلى خمسمائة وخمسة وخمسين مليون ومئتي ألف دينار أما رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز وبعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فقد بلغ سبعة وعشرين مليارا ومئتي مليون دينار بانخفاض مقداره مئة وتسعة عشر مليون دينار عن مستواه في نهاية حزيران من العام الحالي حيث سدت الحكومة بتزديد سندات خزينة خلال شهر تموز الماضي بمبلغ تجاوز الاقتراض بحسب بيان وزارة المالية بعدما أثارت نقابة أصحاب المحروقات ونائب والنائب زيد العتوم خلال حلقة لنبض البلد في الأون الأخير موضوع إنشاء صندوق تحوط لدعم أسعار المشتقات النفطية في حال ارتفاع أسعارها نفت وزارة الطاقة والثرو المعدنية في ردها اليوم إنشاء هذا الصندوق سواء في عهد هذه الحكومة أو حكومات سابقة النائب زيد العتوم عقب الحلقة وجه سؤالا نيابيا لوزيرة الطاقة والثرو المعدنية مستفسرا عن أموال الضمان أو أموال الصندوق وقيمة الواردات الموجهة فيه وإذا كان الصندوق قائما أم تم إغلاقه بعدما أعلنت إحدى الحكومات السابقة في وقت تحرير أسعار المشتقات النفطية عن تأسيس الصندوق تحوط للاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا في حينها لغيات دعم أسعار المشتقات النفطية تجنبا لانعكاسها على المستهلكين أما نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات قال أن تأسيس الصندوق كان من ضمن الحلول لارتفاع أسعار المحروقات وأن رصيد الصندوق يبلغ 55 مليون دينار وهناك لجنة خاصة للصندوق في وزارة الطاقة وطالب بالإفساح عن نتائج عمل الصندوق يعاد فتح هذا الصندوق ومن ثم يثبت سعر باستطاعة المواطن أنه يقدر يشتري فيه كويس بعدها بندعم هذا الصندوق في حال ارتفاع الأسعار بندعم من الصندوق وفي حال نزلت الأسعار عن الرقم اللي يحدد بخبرات من لجنة الطاقة المواطنية من حول على الصندوق أنا آخر معلومات إلي عندي كان فيه 55 مليون دينار وين هم؟ فيه وزارة الطاقة تسأل عنه وزارة الطاقة